السلام عليكم طلاب وصلنا الى لسن فور وتمرين اللي هو مفردات وخصوصا يأتي في سؤال الملأ عندي هنا انا 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 الكلمة انا اجت على شكل اسقاط في العام الماضي انا بيج انا ننتين يعني هاي الصفحة الموجودة في كتاب الطالب انا انا سألت جاوبني انا جاوبني اعد كتابة هذه الجمل and phrases without abbreviation تعفضون هاي الكلمة مهمة جدا لها بمعنى مختصر هاي الكلمات مختصرة هاي الكلمات مو كلمة كاملة مادام تلقي بيها dot انتبهوا لهذه dot يعني نقطة معنات هاي كلمة مو كاملة اكو بيها جنو اكو بيها نقص اذا لقيتها مو كاملة هو اريدها منعدك كاملة اذا لقيتها كاملة اريدها منعدك مختصرة من الشافة يعني مختصرة تكون تسويها كاملة من الشافة كاملة بهالشكل هاذا كنت تكتبها مختصرة وهكذا اذا اختصرت خلي نقطة واذا لقيت النقطة معناتها هاي مختصرة خلوها ببالكم هاي الفكرة. هذا التمرين انا كاتب انا و اه حالة ومترجمة ممكن نستبادل من عدة اوفيس بي ال دي جي اس او هاي عندي دوت معناتها اوفيس بولدينج مباني مكتبية هذا هو الشكل الكامل اه ايتين اه واي ار اس دوت يعني ايتين يورس ثمانية عشر اه اس بي كي دوت يعني سبيك انجل دوت يعني انجلش عندنا بسها عرب اللي هي دوت ارابيك افيل يعني متوفر هنا انا افيلابل كاملة عات كاملة اه وي اي يعني وي كانت اطلت متوفر في اطلت نهاية الاسبوع ومتاح درايفينج كامل لان ما بيها دوت هاي درايفينج اللي هي قيادة ال اي سي دوت اللي هي لايسنس رخصة القيادة جابوا هاي تكتب هاي جابوا هاي تكتب هاي انت تحفظ الجهتيا وتحفظ بدقة ليش لان هذا املاء الاملاء لا يسامحون بي طبعا انا كات بكم هاي وزارينا كلهن وزاري حتى هذي وكلهن جايات وزاري الطريقة الثانية لا ايضا بيها فريفيةش نيجلك اكتب اختصارات للكلمات مرة اجيب كلمات كاملة يريدها مختصرة مرة اجيب مختصرة يريد كلمات كاملة واحد كمباني سي او دوت هاي الضرورية نكتبها حتى نقلها هذا مختصر كمبيوتر سي او ام بي دوت انتبهوا هذان راح تشتبهون بيناتهم كمباني وكمبيوتر كمباني سي او متل ما موجودة سي او بالاختصارات وبنت وغيرها اما كمبيوتر سي او ام بي يعني اي دابل بي تي دوت الدوت اللي احنا نخليهن اكسبيريانس اي اكس بي دوت فريكوانت اللي هي فريك و دوت بالنهاية اذا اجابوا مختصرة يريدونها كاملة اذا اجابوا كاملة يريدونها مختصرة وشلو نعرفها هذي الكلمة اللي هي كلمة شنو كملة ابريفياشن عادي اللي كتلكم بيها ابريفياشن تبهوي نها مقررة اما تكتب بابريفياشن او لا ترجع بدون ابريفياشن انتبهوا لهذا التمرين لان مهم جدا في سؤال الثالثي اللي هو في سؤال الامبلاق ان شاء الله